قدم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان بن علي العرادة يوم أمس العزاء لأسرة فقيد الوطن الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني عضو مجلس الرئاسة الأسبق عضو الهيئة العليا للإصلاح جاء ذلك في مجلس العزاء الذي أقيم في مدينة مارب بحضور عدد من أبناء الفقيد وأحفاده وجموع غفيرة من المواطنين والقيادات المدنية والعسكرية والاجتماعية الذين توافدوا من أنحاء مدينة مارب ومدريات المحافظة المختلفة وشهد عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة بمناقب فضيلة الشيخ الراحل عبد المجيد الزنداني وإسهاماته العلمية والفكرية والدعوية وأدواره الوطنية ومواقفه النضالية في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة ومقاومة النظام الإمامي وأكد اللواء العرادة أن اليمن خسرت برحيل الشيخ الزنداني عالما من أعلامها وأحد أبرز رجالات التربية والتعليم والدعوة في اليمن والعالم الإسلامي ومناضلا جمهوريا ساهم منذ وقت مبكر في الثورة والجمهورية وحماية مقتسباتها الوطنية